اشتركوا في القناة ولكن في ساعة المساء من مساء اليوم رح ينتقل للحمل هو الآن موجود في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 27 دقيقة من مساء هذا الليل اللي هي ليلة الاثنين 23 بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة عشرة وثلث بانتقل القمر من هاي المنزلة لمنزلة الرشا ومنزلة الرشا هاي هي دلالة على يعني آخر منزلة في برج الحوت وهي للعلاج والربح والسلامة والإصلاح طبعا القمر ما زال موجود في الحوت الآن وبما أنه موجود في الحوت فبتظل الناحية الروحية بتلعب دور بارز في هاي الفترة شوي منكون هيك مشوشين منشعر بأنه ما في استقرار فكري عنا في نوع من أنواع الضياع بالتركيز ما مننجح بالتركيز على موضوع معين ممكن شوي هيك نتدمر أو نكشف عن متاعبنا للغير وخصوصا أنه القمر يعني منتحس فشوي هاي الأمور النفسية والفلسفية يعني بتأثر بشكل كبير علينا نجد صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدموع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة ممكن بعض الأشخاص يقعوا في الغرام أو غرام جديد أو حب جديد بوسعنا في هاي الفترة استغلالها بالتأمل والصلاة النجاح في عمل فني مثل الشعر والرسم الموسيقى عية المرضى شراء الزهور اقتناء آل التصوير أي شيء له علاقة بالمجالات الفنية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا ثلاث زوايا فلكية وخلو مسار أول زاوية رح تكون زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام ساعة ثنتين ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينج وطبعا حكينا أنه تأثيرات الزوايا الفلكية بتأثر على جميع الأبراج دون استثناء يعني نفس التأثيرات هاي بتأثر على جميع الأبراج فبتضيفوها لتوقعات البرج بتلاقوا أنه أنتوا أخذتوا أكبر كم من التوقعات بشكل كامل فهاي الزاوية بتخلي بعض الأشخاص يشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران برضو سلبية يعني الأولى تقابل هاي اقتران بين القمر وبين نبتن ورح تكون في تمام ساعة أربعة وخمسين دقيقة صباحا أوجهة يعني ما قبلها وبعدها بتأثر الأشخاص علينا كلنا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام ساعة تسعة واثناشر دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة لخلو المسار فهو زي ما حكينا رح يبدأ ساعة تسعة واثناشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة اثناش واثناشر دقيقة تقريبا قبل الظهر بينتهي خلو المسار هذا في ساعات المساء يعني الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منزيد عليه ثلاث ساعات يعني الساعة عشرة بالليل تقريبا بتوقيت الأردن أو عشرة إلى أربع دقائق هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي من ساعات الظهر لغاية ساعات المساء لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا هذا على جميع الأبراج في ساعات المساء اللي هو الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة مساء القمر بيكون انتقل واستقر في برج الحمل وبلش يشكل أول زوايا لا إله طبعا زوايا ما رح نظهرها في حلقة الغد إن شاء الله رح نتكلم عنها ولما القمر ينتقل للحمل نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد أو ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المحتمل إنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة أو من التسرع منلاحظ أيضا إنه في هاي الفترة إنه أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب أو مشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدواني في فترة وجود القمر في برج الحمل يعني هاي فترات جيدة لفحص للعيون أو لأمور إلها علاقة بالرأس يعني العيون الأسنان الأشياء هاي ممكن برضو في هاي الفترة يعني ندخل تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما بما أن القمر رح ينتقل للحمل فأخلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس 26 ثمانية بيبدأ في تمام الساعة 39 دقيقة مساء وبيستمر لليوم التالي يعني إلى يوم الجمعة حتى تمام الساعة 24 دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحسار المحدب 16 يوم في تمام الساعة 45 دقيقة بعد العصر بيصبح 17 يوم نسبة الإضاءة 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة هي منتحسة بنسبة 10% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل طبعا في فترة وجوده بالحوت هي أغلب النهار ورح يمكث القمر في الحمل لغاية يوم 27 ثمانية طبعا هو الآن منتحس بنسبة 75% مع ساعات الظهيرة بنزل لـ 50% منتحس برضو أما بالنسبة لعطارد في العذراء حتى يوم 30 ثمانية منتحس بنسبة 25% الزهرة في الميزان حتى يوم 10 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا التعب رح يظل مسيطر عليكم طالما موجود القمر في برج الحوت رح يظل هيك يعني من الآن وحتى ساعة النهار يعني شوي بدك تكون حذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير تنتبه لبعض الأمور الصحية أو توعيكات الصحية اللي ممكن تعاني منها من ساعات المساء طبعا بتبدأوا فترة أفضل بتعديلكم نشاطكم المفقود ولكن بظل اللي هي تقلب المزاج أو شوية الحدية الوسوسة الأفكار السودة اللي ممكن لأنه زي ما لحظت الزوايا كلها تقريبا تلعب على وتر النفسية فبتلاقوا أنه نفسيتكم سهل جدا تتأثر من أي كلمة ويكون لكم ردات فعل حد طيلة اليوم يعني حاولوا أنكم يعني تكونوا حذرين أثناء التعامل مع الغير برج الثور طبعا بيظل الأمور من الآن لغاية ساعات المساء هي أجواء جيدة بالعلاقات الاجتماعية أو ما بينكم بين الأصدقاء أهم إشي أنكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل يتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل تحاولوا تتمموها وتنهوها قبل ساعات المساء لأنه من ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في الحمل الأهم أنه في فترة خلو المسار بتكونوا ديروا بالكم ما تبدأوا بعمل جديد أو قرارات جديدة في ساعات المساء بتدخلوا فترة يعني غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكونوا تحاذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزة ما زال القمر موجود في بيت السمعة طبعا من الآن لغاية ساعات المساء مساء اليوم فعشان هيك بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل تحاولوا أن تحافظوا على سمعتكم ما تتجازفوا ما تغامروا ما تخالفوا القوانين ما تتغيبوا عن عملكم ما تدخلوا بهم مشاحنات مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل طبعا هذا الاشي رح يستمر معكم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بيصير فيه نوع من أنواع تشجع لاتصالات أو تواصل مع الأصدقاء بتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية أو علاقاتكم الاجتماعية ولكن بدكوا تحاضروا من الاندفاع والتهور من الآن لغاية ساعات مساء الغد برج السرطان اللي بيقدم لامتحان أو مقابلة اليوم بدو يستعد بشكل جيد بدكوا تنتبهوا كثير أثناء السفر أثناء التنقلات لأنه شوي ممكن تفقدوا بعض الأوراق الأمتعة بدديروا بالكوا أثناء تنقلكم من التسرع أو السرعة أثناء قيادة السيارة خصوصا على الشوارع المفتوحة حاولوا قدر الإمكان ضبط أعصابكم أثناء النقاشات والحوارات اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بدو يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحظ نهائيا في ساعات المساء بتنشطوا يعني في أمور إلها علاقة بالعمل أو تعزيز علاقة ما بينكو بين بعض الأشخاص اللي أنتو بتتعاملوا معهم في مجال العمل بتكونوا تحافظوا على سمعتكم في نفس اللحظة هاد بيت السمعة فما في داعي للمجازفة أو المغامرة أو مخالفة القوانين أو التغيب عن عملكم أو إهمال أعمالكم برج الأسد برج الأسد طبعا بظل اهتمامكم في أمور إلها علاقة بالحسابات خصوصا الحسابات المشتركة بتكونوا تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة حاولوا قدر الإمكان إنه ما تكفلوا حد ما تضمنوا حد ما تعتمدوا على وعود من أشخاص لدعم مالي أو مساعدة ممكن بعضكم في ساعات الصباح يحل مسائل إلها علاقة ببعض الالتزامات أو الدفعات أو يكون عليه شوية مصاريف الزيادة شوي حاولوا تقللوا من مصاريفكم قدر الإمكان في بعضكم رح يكون له بعض النشاطات الصحية إشي العلاقة بمستشفيات أو مراقبة طبية أو فحصات علاجات شغلات من هذا القبيل في ساعات المساء القمر رح ينتقل للحمل وطبعا بعد ما ينتقل للحمل تنشطوا في مجال الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد برضو هاي جيدة لأمور الدراسة والسفر ولكن ما في داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرض لبعض المشاكل في العمل إن أهملتها أو منتبهت برج العذراء بضل اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم طيلة النهار من الآن وطيلة النهار وحواراتكم ونقاشاتكم ما بينكم وبين الأزواج تحديداً أو شركاء العمل ممكن بعضكم يوطد العلاقة أو يدخل بنقاش ولكن ديروا بالكم من النقاشات الحدي ما بينكم وبين أزواجكم حاولوا ما تتخذوا قرارات ممكن ما تلتزموا فيها في الفترة القادمة يعني بدك تعرف إمكانياتك إيش هي وفي نفس اللحظة ابعد عن المشاكل والحدية بالطباع قدر الإمكان في ساعات المساء القمر بيكون انتقل وصار في الحمل يعني تحرك شوي من مقابلتك فبيصير اهتمامك أكثر في أمور إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة ولكن بدك تحذر من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو في المنزل وبرضو بدك تنتبه من أمور إلها علاقة يعني بالأموال المشتركة لأنه ممكن تتعرض لبعض المسائلات المالية برج الميزان طبعا من الآن وطيلت ساعات النهار بظل الاهتمام كله على العمل على الصحة طبعا القمر الآن فيما راحل المقابلة فطاقتكم شوي بتكون ضعيفة حساسيتكم بتكون عالية ردات فعلكم شوي بتكون يعني ما بنحذر عليها يعني في لحظة بتنفعل بتعصب بتكتأب بتتوسوس نبط الأعصاب مطلوب وما تخلي هذه الجو يسيطر عليك طيلة النهار حاول تنجز أعمالك حاول تراقب صحتك في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن يعني شوي هيك الحذر اللي زيادة يصير من أمور إلها علاقة مثلا بالنيران إلها علاقة بالجروح الالتهابات بأنواعها يعني نوع من أنواع التحذير بتكون تنتبهوا لها طاقتكم برضو زي ما حكينا بتكون ضعيفة فما في داعي للنقاشات أو الحوارات أو يعني تترك مزاجك هو اللي يتحكم فيك برج العقرب بتضل الأمور العاطفية طبعا هي اللي طيلة النهار من الآن وطيلة النهار هي اللي مسيطرة عليكم فبضل في نوع من أنواع الرغبة في تعزيز العلاقات العاطفية أو تقرب من الأحباء أو التجاوب معهم ممكن يصير في حوار أو اهتمام بمسألة تتعلق بالأحبة أو أحد الأبناء مثلا أو موضوع بتعلق بفرحة معينة أو اجتماع أو دعوة يعني كلها إلها علاقة بالأجواء العاطفية ولكن في فترات خلو المسار بدك تحذر من ردات الفعل السلبية اللي ممكن أنك أنت تزعل حبيبك منك أو أنت تأخذ على بالك منه أو يعني صير خلاف ما بينكم في ساعات المساء القمر بده ينتقل ويصير في البيت السادس في الحمل فعشان هيك بدك تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن يغلب عليك شوي طابع العنف العصبية خاصة مع الحبيب أو الأولاد فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقاط وحاول قدر الإمكان أنك ما تراكم الأعمال عندك وما تعمل أكثر من عمل في نفس الوقت برج القوس بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن لغاية ساعات المساء لأنه الاهتمام زي ما حكينا في الأيام الماضية هو علو علاقة بالبيت والعائلة أكثر شيء وفي هذه الفترة بمعنى خلو المسار رح يجي في ساعات النهار فعشان هيك ممكن تحمل بعض المشاحنات أو الخلافات أو بعض الأمور اللي بتطلب منك الاهتمام أكثر في المسائل العائلية والبيتية يعني ممكن أعطال مشتريات ترتيب تصليح أو حتى نقاشات عادية أو خلاف يعني يكون عائلي وتحاول تدخل فيه فما تصاعد الأمور أكثر من حجمها في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل ويصير للبيت الخامس اللي هو أجمل البيوت بالنسبة لأي برج فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ولكن حاول أنك ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه شوي مزاجك بيكون حاد خصوصا بداية الانتقال يعني ما بتكون بتكون حساسيتك عالية جدا فممكن تفهم أي شيء غلط ويكون لك ردة فعل فبدك تضبط أعصابك برج الجدي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد نهائيا على الحضوض لأنه الحضوض مش معك يعني ما في حضوض اليوم بما أنه خلو المسار طويل والقمر منتحس بشكل كبير فعشان هيك حاولوا أنكم ما تعتمدوا على الحضوض بالامتحانات بالنقاشات بالحوارات انتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء حواراتكم مع الإخوة أو مع الجيران حاول تكون واضح بكلامك ما تكون لاذع أو عدواني في أسلوبك يعني هذا لأنه شوي ممكن يسبب لك مزاجك بعض الخلافات أو سوء التفاهم في ساعات طبعا المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع فهونا بتتركز الأمور على الأمور البيتية والعائلية والاجتماعات العائلية ممكن يكون في جمعة لمة حفلة مناسبة معينة ولكن بعضكم ممكن يدخل شوي بخلاف أو نقاش حد فحاول ضبط الأعصاب وما تصاعد الأمور برجد طبعا من الآن وساعات النهار بتكون تتجنب شراء أي شيء ثمين حاولوا انك تخففوا من النفقات قدر المهم الاستطاع حاولوا انكم تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع حاولوا انكم ما تكفلوا حد بالفترة هاي صحيح انه في فرص لبعض المكاسب المالية اللي بتجي من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو حتى ممكن انه تكون على شكل يعني هدايا أو هدية معينة أو نوع من أنواع التكريم ولكن زي ما حكينا التحذيرات عندكم الاتصالات والتنقلات ولكن من المحتمل أنه يعاني البعض منكم من مشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب ممكن تعود لمساء المالية عليكم تجنب التبذير قدر الإمكان حاولوا تستغلوا ساعات المساء يعني لو بتأجل الأمور كلها لساعات المساء بتكون أفضل من ساعات النهار لأنه القمر في الحمل يعني بيت حليف لائلة برج الحوت طبعا بما أنه القمر موجود عندك من الآن وطيلة ساعات النهار فبظل النشاط هو حليفك اليوم صحيح أنه وجود القمر واقترانه في نبتن ممكن شوي يسبب لك نوع من الوسواس القلق الشك الغيرة نفسيا تكون ما بتتحمل أي كلمة ممكن تجرحك أو تذيك حاول قدر الإمكان أنك تبعد عن الأجواء اللي ممكن أنها تسحب من طاقتك أو أنها تأثر عليك بشكل سلبي حاول ما تجالس الناس السلبيين يعني حاول تنبسط وتسعد في يومك قدر الإمكان في ساعات الظهر هي أكثر فترة ممكن أنها تضغط ك شوي ولكن من ساعات المساء الأجواء بتصير إيجابية القمر بده ينتقل للحمل وهذا يعني يعتبر بيت المال شوي ممكن تهتم ببعض المسائل المالية ولكن بدك تنتبه أنه ممكن مع كثرة الضغط تتجه لصرف لفلوس أو التبذير أو تنهمك ببعض المسائل المالية المعقدة أو تأثر عليك بعض الحسابات نفسيا يعني فشوي بدك أنت تبعد عن الأجواء الضغطة زي ما حكينا أجلها ليوم كمان لحد ما تستقر الأمور بعدين الأمور كلها بتصير لصالحك أكثر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر